السلام عليكم وحياكم الله ياهل وسهلا. هذا الفلفل شقرة وهذا الفلفل الهندي برضو تاني. لكن الان الاشجار زي ما انتم شايفين. هذا عمره اكثر من سنة. طبعا سنة كاملة حد اذنى انتاجية. فالحمد لله والشكر من العناية ومن الاهتمام. او من تخفيف الاسمدة على اسم ما نسبب تسمم للنبات بالمنطقة الجذور. يعطيك المحصول يعطيك خير وبركة. نشوف في هذا تماما ارتفاع ومترين بالضبط. تعدى المترين. التزهير زي ما انتم شايفين. تزهير ممتاز جدا. طبعا ما عاد في عناية الان فيها عناية تذكر. لانه خلاص. الحمد لله والشكر. اعطانا خير وبركة. ولازال. معطيه لازال منتج زي ما انتم شايفين. لكنه نحب نغير لانه في اخر عمر النبات لما يكبر. يصير يعطينا الثمار الصغيرة. وطبعا احنا مقلمينه. احنا مقليينه على فرعين على احيانا بعض النباتات ثلاث فروع. لكن اه تزهير زي ما انتم شايفين. وهذا بعد اه تقريبا سنة انتاج تماما. اه خدمته بسيطة جدا. اه الامر اللي يعطيك اه هذا النوع من النوع الفلفل برضو. لكنه ما يطلع طويل. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله وين طالع. اه نشوف هنا ايضا. طبعا وقفنا عنه الخدمة. هذا كلها ارتفاعها تقريبا مترين وزيادة. اه هي لسه قدامها عطاء. لكنه ستعطينا حبات صغيرة. اخر العمر. فهنا هذا المحك اللي يقول لنا اه نشيل المحصول خلاص. نستبدله بمحصول اخر بإذن الله. اه الفكرة انه طالما النبدة تعطيه. احنا نكون هادين بالتسميد. ما نضغط عليها بالسماد. اه ما نشتغل اه بشكل عشوائي. ترى بعض العالم عندهم الفكرة انه سمد. او تاخذ محصول. لا لا لا. مش كده ابدا. النظرية عكس كده بالضبط. اه هذا زي ما انتم شايفين ما شاء الله. والطارعات زي اه شجيرات ما شاء الله تبارك الله. الانتاج موجود طبعا زي ما انتم شايفين. التزهير موجود. لكنه خلاص. الثمرة تعتبر يعني اه غير مربحة بشكل كبير. وشوفوا هذه الافرع اللي انا قلت لكم. اه فرعين ثلاثة. بعد كده كل فرع نخلي فيه فرع. وبطريقة هذي عاستنو ناخذ منه الفترة الماضية احجام كبيرة. اه هاد اله هاد الفيديو بس اه نقول لكم على اساس انه. كيف تطول عمر النبات عندك وهو مستمر بالانتاج. اه الفكرة كلها والسر هنا. الله يرضى عليكم تحت. بالجذور. لما تكون اه تسميدك تسميد هادي منضبط وتعطيها موية كثير. النبات مكون من اكثر من سعين بالمية من الماء. طرى العناصر ما هي الا شي بسيط يعني. اللي حنا نضيف له. فما نضغط على النباتات. ما نتعب الجذور. اه نخليها تمشي ونخليها تتنفس. نعطيها رأي معتدل. ما نخلق. ما نخلق. ما نخلق. نخلق الجذور برضو بالري. شوفوا ما شاء الله صار زي النفق. نخلي الجذور تتنفس. الري المعتدل التسميد المعتدل هو سر الاستمرار بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. شكرا مع السلامة.